مرحب فيكم مشاهدينا عن جديد وما كنتوا عبتتبعونا ما تنسوا تتواصلوا معنا أو تتابعونا على فيسبوك فيج مريم تي في نحن حاليا ببث مباشر بيسعدني استضيف معي دكتور سالين مرعب غانم وهي باحثة بالعلوم السياسية والاجتماعية رح نحكي عن موضوع اجتماعي اقتصادي لأنه كلهم علق ببعضه عن الفقر العلائقي والرأسي مالية الاجتماعية بلبنان اهلا وسهلا فيك دكتور ويعسيكم ألف عافية الباحثين اللي عم تعملوا جهتكم لتفسروا هالظاهرة المشو جديدة على لبنان ولكن اذا فينا نقول العوامل اللي عم بتقدل هالظاهرة مختلفة حاليا حسب علم الاجتماع كيف بتعرفه الفقر الفقر بعلم الاجتماع له نوعين النوع المطلق الفقر المطلق والفقر النسبة شو الفرق بينتون اول شي الفقر المطلق absolute poverty هو الفقر الاقتصادي يعني حرمين الناس من احتياجاتهم الاساسية من يمكن يكون عندهم منزل يكون عندهم اكل شرب مساعدات صحية المينموم يعني اللي بيعوزه الانسان تا يقدر يعيش بينما المصطلح الجديد اللي نحنا رح نحكي عنه اليوم اللي هو الفقر العلائقي هو على علاقة ديراكت مع الفقر الاجتماعي صاري مع الفقر الاقتصادي ليه لانه الانسان من ميلي اذا عنده صعوبات اقتصادية هذي كمان بتأثر على علاقته الاجتماعية فمن هذا المنطلق الفقر النسبة هو الفقر اللي منحس انه فيه نوع من ديناميكية عند الانسان من ديناميكية اجتماعية بتأثر على علاقته الاجتماعية هذي الديناميكية يمكن المصطلح منه كتير قديم المصطلح جديد ما منلاقيه كتير بالبحوث لانه اكتشفنا انه اكتر واكتر ما ضروري الانسان يكون عنده فقر اقتصادي طيوصله على فقر اجتماعي او فقر علائقي ممكن فيه كتير عوامل بتأثر على هيدا شي باللبنان احنا اي نوع فقر عم نعاني عم نعاني من نوعين الفقر هلأ منحكي عن الاسباب اللي وصلتنا لهيدا يعني شو هو الفقر العلائقة هي العلاقات الاجتماعية اللي منها نطورها مع الغير يمكن التعاون بيننا وبين الاخرين التزاماتنا الاجتماعية من ناحية المرونة الاجتماعية الموجودة عن مجتمعنا قدام مجتمعنا بيقدر يتعاون مع بعضه تيقدر يتكاتف يمكن تيقدر يتحدى الصعوبات اللي قاطع فيها نعم يعني قبل ما ننتقل للأسباب خلينا نحكي عن أهمية العلاقات الاجتماعية بحياة اللبناني خاصة نحنا ما منقدر نعيش لحالنا دكتور وبالحجر المنزلي كتير استصعبناها نحنا جربناها هلأ أربعة شهور وشفتوا شو صعوبتها الإنسان حيوان اجتماعي الإنسان مجبور ما عنده حالتانة بتيكون هو إله وجود لازم يعيش بقلب مجتمع يعني هيدا المينموم الأشياء اللي نحنا عايزين إذا بناخد مصطلح مستعمل بالعلوم الاجتماعية رح أعطيك إجزامبل مثلث مصله مثلث مصله للإحتياجات شو هنه إحتياجات الأساسية شو هنه إحتياجات الأساسية للإنسان أول شيء الإحتياجات الفيزيولوجية لهن الأكل الشرب يمكن السكن نحنا عم ننبش عليهم نحنا دجا عم ننبش عليهم بايزيك نيدز إذا بدك الإحتياجات الأساسية الإحتياجات الفيزيولوجية بيجي من بعدها إحتياجات الأمان شو هو الأمان الأمان أنه الواحد يكون عنده عيلة يكون عنده ناس حده عم تهتم فيه يمكن كمان يكون عنده الاحتياجات الفيزيولوجية الأساسية تيحس هلأ بشعور الأمان إذا ما نشوف هلأ في كتير موضة مش موضة بس إنه الاحتياج للأمن الغذائي عم بينحكى فيه كتير الأمن كمان الأنرجياتيك نحن بحاجة يمكن لكهرباء لبعدين لإنترنت تيكون عندنا علاقات كمان مع الآخرين إذا هؤلاء الأشياء منهم موجودين نحن مرح نحس بأمان ثالث احتياج هو الاحتياجات الاجتماعية الاحتياجات الاجتماعية هي الصدقات اللي من بنينها بالمجتمع علاقاتنا الاجتماعية من خلال العمل المؤسسات دولة محيش فيها الحي اللي منعيش فيهها الاحتياجات الاجتماعية رابعا بمثلث مسلو الهرمة عندنا احتياجات التقدير هذه مهمة كمان والدانس بتقدرنا كرمال نفسيتنا واخر احتياجات هي الاحتياجات تحقيق الزيت يعني كل انسان يجرب حق زيته يمكن اقتصاديا ولكن اجتماعيا واذا كل هل الاحتياجات ما كانت موجودة عند الانسان من اسفله للأعلى منحس انه هالانسان ما رح يكون عنده تقصير اذا بدك من الناحية الاقتصادية اكتر ما هو نقص من الناحية الاجتماعية وعلاقاته الاجتماعية يعني قديش الوضع الاقتصادي رح يأثر بلش يأثر بس قديش هلأ لاتر اون رح يأثر اكتر واكتر على حياتنا الاجتماعية يمكن هذا اللي عم يوصل لبعض الاشخاص انه يقدموا على الانتحار او ما في علاقة بلا اكيد في علاقة في علاقة ديراكت بيناتهم بس مش بس لانه نحن ما في في مشاكل اقتصادية في كمانا لانه المشاكل الاجتماعية ما في حدا وقف حده ما عم بيحس بالامان ما عنده يمكن اصحاب ما عنده عائلة بتحيطه يمكن هذا كمان بيأثر على نفسية الانسان نعم يعني ما في تقدير ما في تحقيق لزيته ما في حدا عم بيكون هالدعمة يعني ولا وإذا ما عنده البايزيك نييتس يعني بطبيعة الحال بتأثر على على هالشي يعني ما بعرف قديش ممكن اللبناني يصمد بهال بهالاحتياجات اللي نحن بحاجة لقلة يعني بحسب خبرتك دكتور أكيد أنت حضرتك عم بتقومي بأبحاثك ومجموعة من الأشخاص وكان عندكن مؤتمر مش من زمان لمست هالحاجة اللي يمكن ولا مرة كنا حسين فيها بالماضي أكيد هيدا يعني نحن قاطعين بكونسابت جديد قاطع المجتمع اللبناني بالبطالة اللي عم بتزيد بالمشاكل الاقتصادية اللي عم بتزيد بهالقوقع اللي عايشينا بالمجتمع اللبناني الضغط اللي عايشينه اللبناني من ناحية عم بيجرب يحافظ على القيم اللي عنده إياها التعاون الاجتماعي وشفناها هيدا بالست سبعة شهر القطع وقدي الناس تعاونت قدي الناس ساعدت بعضا أصلا مثل اللقمة مثل ما بيقول بس هلا عم نشوف أنه أكتر وأكتر في هالناس عم ترجع تنغلق على حالة عم بتجرب كل واحد يعمل أمن أمن ذاتي مضبوط الناس عم بتجرب ضب بيوتها كرميل ما يصير فيه يمكن مشاكل المستقبل توصلنا على شيء يمكن أصعب نعيشه هيدا أكيد بيأثر على علاقاتنا الاجتماعية وبيأثر كمان على التعاون بالمجتمع قدي رح نشارك هيدا الشيء إذا نحنا دجا عنا احتياجات قدي رح نقدر نشارك هيدا بتوصل لشيء بيسموه سوشال انكزايتي الاجتماعي أكيد أكتر نعرف ناس هذا بيأثر على علاقاتنا على يمكن كمان قدي الناس رح تقدرنا قدي قدي عنا معارف قدي من قدر نوصل هيدا الشيء يعني منو منو خصوصية لبنانية هيدا موجود بكل بكل دول العالم وقدي أهمية هاللينكز اللي نحنا نبنيه مع الآخرين وهول اللينكز عم بيساعدونا إذا بدك الانترنت والتواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي لخلق شبكات مع العالم مع الآخرين مع برات لبنان كمان منشوفهم على عدة ميديا هاللينكز اللي عم نبنيهم نعم يعني حضرتك من مال بتحبزي هالرأس مالي الاجتماعي يعني بتقول أنه لازم الشخص يكون عنده بالوضع اللي نحنا عايشين فيه يعني ما بعرف قديش المعارف ممكن نتساعدنا بهيدا بهيدا المرحلة خاصة أنه كل شخص عنده حاجة حال يعني قديش ممكن نتكل على غيرنا بهيدا المرحلة ونتكل على معارفنا ما هول ما عارفنا كمان عندهم حاجات بس معارفنا منهم كلهم يمكن بلبنان ويمكن مش كلهم عندهم حاجات من هيك يعني الارتباط رح يكون يمكن كمان ارتباط مع الآخر برات لبنان يعني بنعرف اللبنان منتشر مع بره هذا كمان بيأثر على حالته الاقتصادية بلبنان وحالته الاجتماعية يعني حضرتك بتقول أنه صار الوقت نوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية نحن بلشنا فيها من خلال البحث يعني هذا البحث رح يعطينا إذا بدك استاتيستيك عن الموضوع قدال لبناني بحاجة للدولة تدعمه من ناحية الاجتماعية من ناحية علاقاته الاجتماعية ما يعيش كمان هذا الانغلاق الاجتماعي طب هلأ أبيحكوا عن سالة غذائية بدون يدعموها ويعطوها للبنان يالي هيدا مفروض تحد من الفقر يعني هيدا يعني علاقة علاقة مباشرة ممكن تحد من الفقر قد السل الغذائية رح تدعم الفرد تدعم عيال بدأ تدعم لمرحلة معينة بس قد على يعني على المدى المنظور نقدر نتوصل أنه نحل مشكلة مثل هاي ما بفتكر يعني أنه بتحل مشاكل يعني ما بزن مثل ما حدرت تقلت بس الغذاء نحن بحاجة لقلو نحن بحاجة لغير أشياء يعني الطبابة كمان شو منقول عن الطبابة بزمن قطعين فيه بزمن الكورونا كمان الطبابة مهمة عم نشوف أنه في كتير مستشفيات عم تضطر تسكر أبنية لأ كمانا عم بيقطعوا كهرباء حنا تقنين وغيره كيف منعمل بهذه الحالة كيف كانت الأدجانس بالميتينج اللي عملتو كان في تفاعل يعني بتحس العالم بدها تعرف عن الموضوع أول شي كوصرت جديد مثل ما قلت في كتير عالم ما بتعرف يعني بسقول رأس مالي اجتماعي دغري بروح على المال والاقتصاد يعني ما بروح على المنحة الاجتماعي مضبوط هن المصطلحين الفكر العلاقيقي والرأس مال الاجتماعي يعني هن مصطلحين إلن إلن علاقة ببعضن لأنه إلن أهمية الناس إلن أهمية بحياتنا ما فينا نعيش لحالنا أكيد دايما كان التارجت إنه نعمل هيك مثل فوكس على بس الفقر الاقتصادي بس هلأ منشوف بالأسباب يمكن بيتبيننا أداء أهمية الناس حولينا خلينا نحكي عن الأسباب لك أوكي مثلا تنحكي عن الأسباب رح انطلق من لبنان رح انطلق من حياتنا اليومية رح انطلق من كل عائلة لبنانية شو بتعاني وكيف هي يعيش بعت مثل رب المنزل لبنان اللي بيضطر إنه يسافر بتعايش عائلته هون عائلته اللي بقيت هون مرته ولاده كيف طريقة عايشهم مين الناس اللي رح يشوفون هل المرأة مثلا من دون زوجة الدافية تطلع برات البيت بطريقة إنه يكون عندها كل الحرية بلا بلا الال والقيل اللي منعيشها بمجتمعنا اللبناني ولا هيدا ما في مهرب مننا هيدا أول شيء غير سبب ممكن يكون كمان التفكك الاجتماعي اللي نحنا عم نعيشه من خلال تقبلنا لمسلا مثلا الطلاق هيدا الطلاق ما كان مقبول عم بيصير عادي هلأ هلأ عم بيصير عادي كمان التفكك العائلة من خلال الهجرة يعني الدافة عيال لبنانية عندهم يمكن أخواتهم برات لبنان أو عيال كاملة برات لبنان وهلأ عم نشوف كمان في موجة هجرة قريبة عم بتصير في كتير عيال عم تتفكك طيب هيدا التفكك منه تفكك اقتصادي هيدا تفكك علائقي أوكي هولا سببين فيه سبب كمان آخر للمشاكل للفقر العلائقي تنقول مثلا مرأة أجنبية مجوزة من لبنان قد رح يكون عند أصحاب إذا ما بتحكي اللغة يعني هول كلهم عم نجرب نفوت فيهم من خلال هيدا البحث فينا كمان نفكر ب هيدا العلاقة مثلا بالفكر الاقتصادي التزاماتنا الاجتماعية بلبنان الأعراس الزيارات الواحد بده ياخد شي بييده هيدا مثلا منه موجودة بكترة بره منه منه عائق ما في زيارات يعيش بره ما عنده نفس الحياة الاجتماعية اللي نحنا عايشينا طيب إذا نحنا منه قدرين بقى نحمل شي بيدنا تنعمل زيارة هون هيدا لازم ننتبه علي لازم كل الناس تنتبه أنه يمكن مقدورة تاني منه منه ما عم بيسمح له أنه يعمل زيارة من ورا هيدا الشغلة هيدا بتخلي الناس كمانا يقللوا زياراتهم يقللوا روحات يمكن على مناسبات اجتماعية قبل كانت الشيعة دي اليوم بطل بطل الإنسان قادر عليها يعني هلأ تصديقا على كلامك أنا شخصيا بقول هلأ بده يعزمني عارس بيكون عم بيبلينة أنا حتى يمكن في كتير ناس مش بمقدرت أنه يعني فعلا كل شغلة بحياتنا غم نتأثر فيها غم تقولي عن الزيارات أنا مثلا ما قلي عين روحات حدا أول مرة ما أخدش بإيدي ذات الشي الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة كمانا يعني هول أشخاص أصلا مهمشين بالمجتمع كيف إذا بهيدا الفترة من الوقت هذا كمان كان بدي أحكي عن الموضوع أنه الأشخاص المهمشين يمكن من وراء يمكن عائق نفسي أو عاطفة أو عائلة أو عندهم كمانا شي عائق صحي بيخولهم أنه ما بيخولهم خولهم أنه يطلعوا لبرات البيت أكيد رح يعيشوا أكتر وأكتر هال هال الوحدة الوحدة اللي عشناها نحنا أربعة شهر وما تحملناها هولي في ناس عم بيعيشوها كل يوم يعني كورونا كانت إذا فينا نقول دي كلانشار للفقر الاجتماعي والاقتصادي اللي نحنا عم نعيشه أو لا مش دي كلانشار كانت فترة عشنا فيها الفقر الاجتماعي اللي بعيشه إنسان عنده فقر اجتماعي بحياتنا العادية بلا كورونا يعني كل شخص فينا اختبر مصبو وكل شخص عارف الوجع النفسي والقلق النفسي اللي ممكن يسبب ومشان هك لازم أكتر وأكتر نكثف الاستراتيجيات الوقائية لهذا الموضوع سياسات سياسات حماية المجتمع من قبل الدولة لحمايته من هالفقر الاجتماعي شو التوصيات اللي فيك تقول بخصوص هذا الموضوع يمكن هلأ بزمن العولمة أو بزمن الانترنت منفكر إنه نحنا على علاقة مع الآخرين كمان بطريقة سهلة بس هيدا الشي كمان عم بأثر علينا يعني نحنا ما عم نطلع لبرات البيت من ورا هالسوشال ميديا اللي عم نضلنا نستعمله يمكن خمسة عشر ساعة بالنهار ما بعرف قدي ستاتيستيك بلبنان بس أكيد متقدم بالنسبة لبقى البلدان ونحنا عشناه زيادة بهذا الفترة الأربعة شهور بالحجر خلتنا كمان نتعود عليه سو هيدا لازم ننتبه ننتبه علي أنه نحنا كمان عايزين علاقات مع الآخر عايزين نشوف يكون فيه شخص تاني مقابلنا عم نتحدث معه هيدا كتير مهمة شغلة تانية حكينا عن الزيارات حكينا عن الالتزامات الاجتماعية ما نلزم غيرنا ما نحسز غيرنا بأنه عنده نقص لأنه إيديه فاضية مثلا لعنا أو ما قدر إيجا على العرس يمكن فيه ناس ما رح يقدروا يمكن يكونوا موجودين لهم وجود اجتماعي بالفترة المقبلة ونظلنا نطلع على بعضنا هيدا أهم نطلع على بعضنا نسأل عن بعضنا جيران يمكن نرجع النمى هيدا القيمة الاجتماعية اللي عنا إياها بلبنان اللي هي التعاون الاجتماعي ويمكن كمان الانفتاح على الآخر هيدا اللي بميزنا هيدا اللي بميزنا يعني نحنا كالوبنانيين منظل نسأل عن بعضنا ببقى شخص ما بعرفه على الطريق يمكن صار معه حادث دغري بروح صوبه ببلاد أوروبا بعرف انه اذا شايفوك ميت على الطريق ما بقربه ما بقربه صوبك حتى ما في جيران يطلعوا ينزلوا عند بعضه نحنا مندقع بيب الجارة حط القهوة لنفوت يعني عن جد قديش قديش كتير مهم الموضوع اللي عم تحكي عنه العلاقات الاجتماعية قديش بتخلينا نحس حالنا عايشين يعني نحنا موجودين موجودين بالحياة حتى لو ما كنا عم نشتغل ولكن منتجين بعلاقاتنا الاجتماعية دكتور سيلين مرعب غان مباحثة في العلوم السياسية والاجتماعية بموضوع الفقر العلائقي والرأسمالية الاجتماعية بلبنان مرسي كتير لقليك على أمل يعني هالموضوع لقيله حل مع مثل لبنان نحن بحاجة لبره يجعوا لعنا ونحن نظهر ونعمل هالعلاقات الحلوة بين الثقافات الموجودة بهالعالم كله شكرا كتير لقليك مرسي كتير مشاهدينا بريك أسير ومنتابعة الفقر الأخيرة خليكم معنا